اخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه سبحانه وتعالى فهو كليم الله فلما تلذذ بالكلام تشوق موسى عليه السلام إلى رؤية الله حبا وشوقا فقال ربي أرني أنظر إليه قال الله جل في علاه لم تراني يا موسى أنت خلق من خلق الله لم تثبت لرؤية الله ولكن انظر إلى الجبل وجه بصرك نحو ذلك الجبل الشامخ أفابي يا موسى وجه بصرك يا موسى للصخور المتراكبة للحجارة المتراكبة يا موسى صوب بصرك نحو الجبل فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراه وإذا بالصخور العظيمة تتدحرج وإذا بالحجارة تضطرب خار الجبل خار الجبل خار الجبل خار الجبل وخار تكوار وأصوات مذوية وغبار يتصاعد وذك الجبل وموسى ينظر إلى هذا المنظر فلم يتمالك نفسه عليه السلام فخر موسى وصعف وصقط على الأرض وبعدها أفاق وهو يقول سبحانك سبحانك شبت إليك وأنا أول المؤمنين العظمة لله والسجود لله والكبرياء لله تلك الجبال ورسيات شرامح لا ينمحي تلك البحار الطاميات بقلبها هذا الجبل الشامخ الأشم صاحب الصفور العظيمة والحجارة المتراكبة بعضها فوق بعض يسجد تعظيما لله يسجد الجبل تعظيما لله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقذامكم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد